لو قلت لك الزكرة التي تفتكريها لولدك كل ما يجي على بالك كده تفتكريها على طول لا حاجات كثيرة طبعاً لكن أنا فكرة ونصغيرة كانت عندي أربع سنين نحن في خمس سنين في الأجازة كنا نيجي على مصر لأننا بابا كان يدرس في روسيا كان يخلص الدكتوراه وقعدنا كثير فكرة كويس قوي لكن لما كنا نخرج مع بعض مثلاً نروح أي محل أو حاجة كنت أنا صغيرة كده بيقولوا كنت كيوت أنت لسه كيوت لحد الوقت فكانوا يسألوني إنتي اسمك إيه فأقول لهم نيلي فيواضي التاريعة وعلي يقولوا إنتي نيلي بتاعت الفوزير فأنا كنت أغضب قوي وأقول لهم لا أنا نيلي بس مش بتاعت فوزير ولا حاجة فبابا كان دايما بيقول لي أوه بيهزروا معاكي ما تبقش بتكشري كده فيصادف أن أول حاجة في حياتي أعملها الفوزير فدايماً بفتكر الموقف ده وفكرة مرة أيام ما كنت في المعهد أنا فيه سنة في العشر سنين دول فيه سنة رجعنا فيها مصر بس أنا معرفتش أكمل دراستي لأن العربي بتاعي كان وحش جداً فسفرت روسيا تاني عشان أخد شهادة السنوية العامة على أساس أن أنا هرجع على مصر ففي السنة دي كنت بروح أكاديمية الفنون معهد الباليه قال إن ده المكان الوحيد الموجود في مصر فسنتها كنت عملت ألف ليلة وليلة مع دكتورة مجد عز كنا عاملين رقصات كده ففاكرة كويس قوي إن كان فيه خبر تكتب في البرنون إن نيلي محمد سيد عطالله فلاقيت بابا بمأسقصها وحطيتها كده في حتها ده بالنسبالك ما بتنسيهاش هو أكيد فخور بيك دلوقت يا رب أكيد واتشت ما تخليش حاجة تفوتك